بسم الله الرحمن الرحيم ويصرف عن عباده سيئها وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من كان له من الأخلاق أعظمها صلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه المستكملين الشرفا يا أيها الذين آمنوا إن تبتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم أحبة في الله اليوم نتحدث بحول الله تعالى عن كيفية التفلق بالأخلاق الحميدة نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا فبعد أن بحثنا أسباب التفلق وما يشجع المسلم على أن يحسن من أخلاقه هلما منا لنتحدث عن كيفية التفلق هذه العملية كيف تصير وكيف يصير المسلم إلى أخلاق حميدة نسأل الله أن يهذب نفوسنا فمن أعظم الوسائل لنين الأخلاق الحميدة التذريب العملي والمجاهدة وفعل الخيرات تباعا حتى يعود الإنسان نفسه على حسن الخلق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يستعفر يعفر الله ومن يستغني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر ففي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العفة والاستضلاء وكذلك الصبر لا يأتي دون مجاهدة ولا يأتي دون عمل وتدريب وتمالينات بل لا بد أن تصبر نفسك أي أن تصبر المرة والأخرى فمرة تصبر ومرة لا تصبر ثم تعيد في الثالثة فتصبر وهكذا ينفغي أن يتمرن الإنسان على حسن الخلق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم فلا ينار الإنسان العلم بمجرد الأمان ولا بأن يرجو أن يكون صاحب علم بل لا بد له من أن يسلك طريق العلم فيتدرب على طلب العلم ويسهر الليالي من أجل نيل العلم وهكذا الشأن في الحلم والأناه وحسن الخلق ينبغي أن يجاهد نفسه وأن يدربها على الحلم فتارة ينجح وتارة لا ينجح ولكن مع دوام الوقت بحول الله تعالى سيذاله الله عز وجل الحلم والآلات والصبر والعفلة وغير ذلك من حسن الخلق نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وانطر معي إلى هذا المثل العجيب الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلاً للبخيل والمتصدق إنسان بخيل شحيح لا يريد أن يتصدق والآخر كريم معطاء وجواد يتصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلهما كمثل رجلين عليهما جنتان وفي لفظ جبتان من حديد أي الذر الذي يقضي المحارب سيلبس جبة أو جنة من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما يعني هو لما بدأ يلبس الجبة أو الجنة فكانت ضيقة وكلنا يعلم إذا نبست شيئاً ضيقاً فيديك ستكون فوق صدرك إلى حلقك هكذا تريد أن تلبس هذا فيه ولكنه ضيق فليسع جسمك فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة بسطة عنه ألا لي يتصدق ثوبه هذا درعه جبته تتوسع شيئاً فشيئاً ببركة الصدقة حتى تغشي أنامله حتى يستطيع أن يلبس الجبة فتغطي الأنامل الأصابع وتعفو أثر أي تكون طويلة حتى أنها تنحو أثر مشيء خطار لا ترى من طول جبته هذا لماذا؟ لأنه تصدق فكلما تصدق توسع خوبه هذا أو درعه هذا وجعل البخين كلما هم بصدقة قلصت البخين نسأل الله أن يجيرنا من البخ كذلك يريد أن يلبس درعاً ولكن كلما فكر في الصدقة ضاقت عوض أن تتوسع ضاقت لأنه يكره الصدقة وأخذت كل حلقة مكانها حلقات الجبة أو الثوب لا يستطيع أن يفتح تلك الحلقات بل أخذت مكانها فلا تتوسع فهذا الحديث أحبتي يبين لنا حال القلب الثوب هذا عبارة عن قلبك فالبخين والمعطاء الكريم سواهما يبدآني من نفس مرحلة كلاهما لما أرادا أن يلبسا جبتهما لم يستطيع إذن أنخلك كلنا فيه سواق في البداية ولكن الذي يتخلق أي يتمرّاً يتدرّاً يجاهد نفسه كلما فعل خيراً ساهل عليه وانشرح صدره وفرح قلبه بها الصدقة الأولى صعبة الصدقة الثانية أسهل الصدقة الثالثة أسهل وهكذا إلى أن تصبح كريماً بحول الله تعالى وهذا في كل خلق وإلا فإن الصدقة مثال لأنجود والكرم وغير ذلك من الأمثلة كالحلم والآناع وكالإيثار وغير ذلك من الأخلاق وأما الذي يدخل لا أسهل الله عن يتيرنا فقلبه كلما همث بالصدقة يضيق عليه يضيق صدره بالطاعة ينكمش قلبه ألماً لأنه سوف يخرج ماله في سبيل الله عز وجل فقلبه ثوبه هذا درعه هذا قلبه الذي يضيق ولا يتوسع ولا يشترح بطاعة الله سبحانه وتعالى فهذا مثل عجيب ضربه نبينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن الطاعة في بداية الأمر تكون صعبة ضيقة على القلب ولكن الذي يتدرب أي طاعة كانت الصيام أو القيام أو الصدقة أو الدعوة أو البر صلة الأرحام العفو عن من ظلم أي شيء كان كلما تدربت فسيتسع قلبك وسيشيح صدرك فهذه الطريقة للتخلقين أن تفعل الأمر مرة تلو الأخرى حتى ينشرح صدرك اللهم اشرح صدرنا بالإيمان ورحم الراحمين فإذا الأحبة يدل هذا الحديث على كيفية التخلق وتحصيل الآداب الإسلامية فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تأسين أخلاقنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيس بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أحبة في الله بداية نوريدر منكم أن تتزاحموا وتتقارقوا بارك الله فيه كيف يسيكون في اللقاء وآهدا يستيقى هل يسيقى وكان يستيقى ويحث الرئيس ويحصل الآن نحن في التالطن يشارك الله والتطويل وабатهى�에 مدوطيز لن يقيم عن ايضت عليتم التكون مدوط يح candidه میرى الله عدا رحيتي ونالك أحيب شيئاً أليس من فهر جيدة من أحدد هذا حديث أحياني أخريتنا ويساعدنا الفيديو وإضافة بأنه أن يحاول الذين يحاولون أيضا أن يحاولون أن يحاولون أن تحزن مرضى مرضى، نحواز طريقة قدمد دين حديمه ، واحدbbles، كذلك تجده تزيه، تجده تزيه، تجده تزيه، تجده، تجده تتفيده، تجده تجده، تجده تقديم، هذا التجديم، ما يجب وضع نميز، و هذا تعلمي، قد نميز تجده، أنه لا يشعر أن أعماله، أنه لا يشعر أن أخير ليسوا أنه، أنه يشعر أن يشعر، أنه يشعر، أنه يشعر أن يشعر ن نسيقل هذا الآن سيطاني، أنني أخذ من تناديه، أنت في الوقتズي يومون ظهر ثم يومون الوقت بالقرب أنت في الوقت الرائع أجب أنتت ساخذ من مؤسسة لديك على صباحاً منها وبالتلك لاحقاً بأنك تتعبوي لديك تتعبوي يستمرنيها تتكلمني في النظام خلال التمويل لكن الصباحة تتعبوي فَأَمًا حناً سيلك لا يصف الآن لديك يزوز في هذه المخرج عاوض النسخوات؟ ويجب في مددع المساعدة؟ أنني محاولة مثل أخبر الله للخارط مننا ثلاثنا لم أساعدني أريد أن يساعدني لقد أريد أن أشخاص نحاعدني وأريد أن يساعدني أساعدني فعل نسخة وليس ، سيسمع لكنها مزيدة ومزيدة لأسف اوهم لأسف اوهم So wie bei jeder Angelegenheit auf dieser Welt, je mehr du etwas tust, umso besser wirst du da reden. Und hierzu erklärt uns der edle Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ein schönes Gleichnis, ein Beispiel. Er sagte, das Beispiel des Großzügigen und des Geizigen ist wie zwei Männer, die versuchen eine Rüstung anzuziehen aus Metall, aus Eisen. Also diese Schutzrüstung aus Metall oder aus Eisen. Wobei sie eng ist, sodass sie nur zwischen Brustkorb und Hals passt. So hält er seine Hände dann, sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم. Jeder von uns weiß, wenn er etwas anzieht, was eng ist und es passt nicht, die Hände bleiben dann hier an der Schulter, in dieser Höhe und du ziehst und versuchst, aber es geht nicht. Beide, der Großzügige beginnt so und der Geizige beginnt auch so. Also der Start ist bei beiden gleich. Nun sagt der Prophet صلى الله عليه وسلم, so spendet der Großzügige, der Großzügige beginnt sein Training, so spendet der Großzügige und dieses Kleid, diese Rüstung weitet sich aus, sodass es bis zu seinen Fingern reicht, sodass sie bedeckt werden und so lange ist, dass seine Spur verborgen wird oder verwischt wird, dass sie nicht mehr sichtbar ist, aufgrund des Segens der Spende. Das heißt, er hat immer wieder trainiert, jetzt spende ich, dann spende ich, dann spende ich und dieses Kleid wurde immer größer, immer größer, es passte ihm am Ende. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, was aber den Geizigen angeht, sobald er an die Spende denkt, wird dieses Kleid enger, sodass die Knöpfe sich nicht öffnen. Was ist das für ein Beispiel? Was will uns der Prophet صلى الله عليه وسلم uns damit sagen? Er möchte uns damit sagen, dass dein Herz, und das ist das Kleid, sich ausweitet, also dass deine Brust sich ausweitet, also zufrieden ist mit diesem Charakterzug. Je mehr du was machst, je mehr du von diesem Charakterzug umsetzt. Ich möchte, dass mein Herz Großzügigkeit mag, Hilfsbereitschaft mag, Verzeihen mag, Nachsicht liebt. Aber ich bin noch nicht so weit, ich verzeihe ungern. Wie du mir, so ich dir, so habe ich meine schlechte Einstellung. Das möchte ich jetzt ändern. Wie funktioniert das? Mein Herz ist eng, ich kann diesen Charakterzug nicht anziehen. Der ist zu klein für mein Herz. Also muss ich diesen Charakterzug weiten, wie? Indem ich mehr mache. Wenn ich diesen Charakterzug öfter mache, dann wird mein Kleid, dieser Charakterzug, immer weiter und immer größer, immer größer, sodass mein gesamtes Herz bedeckt wird damit und zufrieden ist. Wenn aber ich mich, wenn ich aber nicht trainiere, dann bleibt dieser Charakterzug so eng, dass er mir nicht passt, dass er mir nicht steht, dass ich ihn nicht tragen kann, diesen Charakterzug. Und dies zeigt uns, liebe Geschwister, dass beide im selben Niveau angefangen haben. Beide konnten diesen Charakterzug nicht tragen, weil sie es noch nicht trainiert haben. Aber der Großzügige hat trainiert, hat geübt und so passte schlussendlich dieser Charakterzug. Der Geiziger aber, der wollte nicht trainieren. Der war zu faul. Der war mit sich zufrieden, so wie er lebt. Also hat er diesen Charakterzug nicht angetragen. Und so sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Wissen erlangt man nur durch Lernen und Nachsicht erlangt man nur dadurch, dass man sich in Nachsicht übt. Also kannst du nur Wissen aneignen, wenn du auch die Informationen sammelst, wenn du sie dir einprägst, wenn du Tage und Wochen und Monate lang übst, damit dieses Wissen auch verankert ist in deinem Herzen. Lernen ist kein Wunschkonzert. Du kannst nicht das Wissen dir erträumen. Du musst etwas tun, Leistung erbringen. Und so ist es mit der Praxis. Wissen, das ist die Theorie. Wie erlange ich die Theorie? Durch Lernen, durch diesen Lernprozess. Und die Praxis, ich möchte nachsichtig sein, das muss ich trainieren. Und daher, liebe Schwester, wie bereits gesagt, bei welchem Charakterzug bist du momentan angelangt? Was ist dein Trainingsplan für diesen Monat? Nimm dir pro Monat irgendeinen Charakterzug, denn ein Charakterzug braucht mehr als eine Muskelpartie. Und deswegen nimm dir einen gesamten Monat und sage, dieser Monat ist der Monat des Verzeihens. Ich werde jedem verzeihen, der mir irgendetwas angetan hat. Am ersten Tag wirst du sofort den Muskelkater spüren. Es tut weh. Wie konnte ich nur, lass doch das Training sein, lass es so anstrengend. Komm, mach es dir gemütlich. Wie in jeder Sache in dieser Welt. Aber du musst dann weitermachen. Und dann wirst du merken, ich kann das ja. Das funktioniert ja. Das ist ja einfach, als ich gedacht habe. So hat uns der ebliche Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, erklärt, wie wir den Charakter trainieren. Möge Allah, subhanahu wa ta'ala, unseren Charakter verbessern und möge Allah uns von dem schlechten Charakter bewahren. Ja, subhanahu wa ta'ala, حدوش محمد عنده عملية في المستشفى فاللهم يسر له العملية واشفيه شفاء لا يغادر سقما اللهم بارك في الدورة اللهم وفق الأطباء للنتاج في هذه العملية ويسر له رجوع إلى أهله سالم المعافى كذلك زودة عمنا قدران مرينا اللهم اشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما اللهم عافها بعفوك بعفوك يا أرحم الراحمين وكذلك هناك أخ مريض كذلك في العناية المركزة اللهم كن معه يا ذا الجلال والإكرام واشفيه يا أرحم الراحمين اللهم ثبته يا ذا الجلال والإكرام واجعل ذلك في ميزان حسناته يا أرحم الراحمين وهناك كذلك أخ يدعو لأمه أو يطلب لأمه المريضة اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم رد أمه إليه معافة سليمة بكل سوء يا أرحم الراحمين ثم هناك عدد من إخواننا الذين رحلوا إلى دار الحق فهناك عمنا دريس والد وأخينا هشام الذي توفي الأسبوع الماضي ونسأل الله عز وجل أن يكون قد ختم له بخير فآخر ما قام به عمره نسأل الله أن يتقبلها منه ثم ذهب إلى بلده ومات عند أهله فاللهم تغمده بواسع رحمته اللهم اجعلهم ممن أحسنت خاتمتهم يا أرحم الراحمين اللهم يا أرحم الراحمين اغفر له وارحمه وعافي وعفو عنه واكرر نزلا ووسع متقله يا ذا الجلال والإكرام كذلك هناك أخ توفيتهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافي يا واعفو عنها اللهم اتقلها الجنة بغيسها بغي عذاب ولا حساب اللهم يمن كتابها ويسير حسابها كذلك أحبتي هناك أخونا خالد تونسي توفي اليوم ابنه الصغير عمره 14 سنة فاللهم ارحمه يا أرحم الراحمين وارزق والده ووالدته الصبر والسلوان اللهم اجعله شفيعا لهم في الآخرة يا رب العالمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابني لهما بيت الحمد يا أرحم الراحمين اللهم اجعله ذخرا لهما يا رب العالمين اللهم اشف مرانا ومر مسلمين اللهم اشف كل مريض مسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اشف آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأقالبنا وأصالنا وكل من نحب يا أرحم الراحمين اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا أحياء كانوا أرغمواتا واجعلنا باغلين بهم في حياتهم وبعلماتهم اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعرفهم واحفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخله وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وزد وذلك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين